تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الرياض السعودية التي نطالع منها جراحة خفض الوزن تقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب كشف دراسة طبية حديثة أن جراحة خفض الوزن تقلل من خطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل بما يزيد عن النصف في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغية وبالرغم من كون هذه الدراسة أول دليل منشور يبرهن على قدرة جراحة البدانة على منع أو الحد من حدوث مرض قصور القلب إلا أنها لا تعد الأولى من نوعها إلى محبي ارتداء الصنادل من صحيفة النهار اللبنانية احذروا ارتداء الصنادل سيئة ومضرة للقدمين حذر أطباء من الآثار السلبية الناجمة عن ارتداء الصنادل في موسم الصيف ويقول الأطباء إن ارتداءها يسبب تمدد أصابع القدمين لدرجة مفرطة كما يسبب كثيرا من الآلام خاصة إذا تم ارتداءها باستمرار صحيفة البيانة الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم عصير الشمندر يعزز نشاط الدماغ قال خبراء أمريكيون إن شرب عصير الشمندر قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز مناطق كثيرة في الدماغ ما يجعل المرأة يبدو أكثر شبابا ويقوي جهاز المناعي ويمكن لهذه النتيجة أن تساعد ما يعانون من خطر تدهور وظائف الدماغ لا سيما ما يعانون من تاريخ عائلي في الخرف اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية السعداء ينامون سبع ساعات وست دقائق ذكر استطلاع جديد أن السعداء ينامون سبع ساعات وست دقائق مع التأكيد على وجود صلة قوية بين معدل النوم والسعادة الحقيقية وأوضح التقرير أن حصول البالغين على أقل من ست ساعات وثمان واربعين دقيقة من النوم يعني أنهم غير سعداء في علاقاتهم مع شعورهم بالقلق المستمر وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية ودراسة زيت الزيتون يقوي الذاكرة ويحمي من مرض الاسهايمر أظهر دراسة علمية حديثة أن تناول زيت الزيتون البكر يقوي الذاكرة ويعزز القدرة على التعلم ويقلل من تشكيل لويحات أميلويد بيتا التي تسهم في الإصابة بمرض الاسهايمر وأجرى الباحثون اختبارات على فئران مصابة بالاسهايمر وقسموها إلى مجموعتين وبعد اختبار النتائج لاحظ الباحثون أن هناك اختلافات كبيرة في ظهور الخلايا العصبية والوظيفة على أدمغة الفئران التي تناولت زيت الزيتون ترجمة نانسي قنقر